السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله بإياكم مجعل فردوس مثبايا ومثباك هذه رسالة إلى مسافر تقي وهي إلى الأسر أو الأفراد الذين يسافرون ويتقون الله تبارك وتعالى في سفرهم والرسالة عبارة عن كيف يقضون أوقاتهم أو يؤدون صلاتهم ويتجنبون الحرم نحن قلنا في البداية أنها أسر تقية أو أفراد أتقياء الله تبارك لنا ولهم العفو والعافية أولا بداية السفر لا يجوز الجمع والقصر في الكويت في البيت قبل الخروج إلى السفر ويصلي الصلاة في وقتها كاملة تامة فإذا ذهب إلى المطار ويريد السفر بعد ذلك ينظر إذا كان السفر قصيرا بحيث يصل إلى البلد التي يريدها قبل خروج الوقت وقت الصلاة يعني نفرض سافر الضحى قد صلى الفجر في مسجده أو في بيتها المرأة سافر الساعة العشر صباحا متى سيصل إلى البلاد التي هو مقبل عليها إذا كان سيصل قبل المغرب فينتظر حتى يصل إلى تلك البلاد ويصلي الظهر والعصر جمع تأخير وإذا كان سيسافر بعد الظهر فيسلي الظهر في المسجد أو المرأة في بيتها ثم يسافرون فإذا كانوا يصلون قبل المغرب يصلون العصر في تلك البلاد قصرا طبعا بدون جمع قد صلوا الظهر لكن لو قدر أنه سيصل إلى البلد بعد المغرب يعني سيخرج وقت العصر فهنا ليس له أن يصل للعصر قبل وقتها لو قدر أن الطائرة الساعة الثانية تطيع ظهرا وقد صل الظهر في بيته فيصلي العصر في الطائرة هنا ويحرص على أن يصليها يعني مستقبل القبلة واقفا بركوعها وسجودها إن أمكن فإن لم يمكن ذلك يعني أن يصلي داخل الطائرة ركوعا وسجودا وقياما فالذي يعجز عنه هو الذي يسقط يعجز عن القيام يصليه وجاس لو فرضنا أن الطائرة طوال الرحلة مطبات هواية مثلا لا يمنع أي أحد من الوقوف يصليه وجالس لكن لو كان مسموح للوقوف يصليه وقائم ويركع والسجود يجلس على كرسيه ويسجد إلا إذا سمحوا له أن يصلي في الخلف مثلا أو في الأمام في مكان ومجال لأصار فيصلي فالقص أنه لا يحرص على الصلاة في الطائرة إلا إذا باقت الأمور بحيث أن الوقت سيخرج قبل وصوله إلى البلد الأمر الثاني قضية المدة وليس يقضيها في خلاف بين أهل العلم والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه طالما أنه مسافر وسيرجع سيقضي فترة أسبوعا عشرة أيام أسبوعين شهرا شهرين ويرجع خاصة الذين يكون للعلاج وهذا له الحق في القصر والجم وهالفترة السفر وإن قصر بدون جم أفضل وإن أتم ولم يجمع أيضا طيب من باب الاحتياط أما بالنسبة للذين يذهبون مدة طويلة فلا يسقل لهم سافر يقال لهم يعني مقيمين مثلا كالطلبة الذين يدرسون في الخارج مثلا وكالسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي السفارات أو المكتب الصحي المكتب العسكري المهم هم يعني يعملون خارج البلاد ويقيمون هناك ولهم بيوت لا يقصرون ولا يجمعون يعاملون معاملة أهل البلد وبالتالي أيضا لا يفطرون يعاملون لو فرضنا أنهم في نيجيريا فيصلون صلاة أهل نيجيريا كل صلاة في وقتها وفي المسجد مقيم وكذا الذي في لندن والذي في مصر والذي في قطر والذي في البحرين والذي في الجزائر والذي في البرازيل بغض النظر على البلاد التي هو فيها لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر لأنه مقيم وأما الذين يسافرون ويرجعون لقرض السياحة أو أرض العلاج أو أرض التجارة أو غيرها فهؤلاء لهم الحق في القصر والجمع كما قلنا والفطر والعلم عند الله جل وعلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته